السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم ان شاء الله عز وجل في هذا اللقاء عن العشبة المعجزة وانا اسميها كذلك لماذا العشبة المعجزة العشبة ديان يا اخواننا بتعالج النسيان وعدم التركيز عند كبار السن برعة وايضا عند الصغار العشبة ديان بتعالج الضعف الجنسي عند الرجال العشبة ديان بتحوش الزهيمر والسكتات الدماغية عند الناس العشبة ديان بتعالج العشبة ديان بتعالج ايه كمان ده بتعالج جلطات الدم وبتتبع في الصيدلات على هيئة كابسولات وان شاء الله في اخر الفيديو هوريكم العلبة هوريكم العلبة في اخر الفوائد اللي انا هذكرها لكم دهياني عن فوائد هذه العشبة المعجزة بما تحمله الكلمة من معنى فوائد عشبة الجنكو تعمل على تنظيم وتخفيض ضغط الدم المرتفع وتزيد من صريان الدم وتضفقه كما تعالج ضعف الدورة الدموية وتقليل من الاصابة بتصلب الشريم وامراض القلب والجلطات والسكتات الدماغية تساعد في محاربة الاورام السرطانية وخلالها وذلك لاحتوائها على كمية كبيرة من منضبطات الاكسادة تسيد من زكاء الانسان وتساهم بتقوية زاكرته العقلية وبيتحسن الزهايمر والنسيان في تحسين القدرات العقلية والزهنية حيث انها تزيد من تدفق الدم بالمخ تقلل من علامات التقدم بالسن ومظاهر الشيخوخة لدى الكبار بالعمر تفيد في معالج التشنجات الالام والعضلات والالتهابات المختلفة تساعد بمعالج الطنين بتاع الازن يا اخوانا هواني لدى الكبار تعالج مشاكل المسانة والسلس البولي تفيد بتحسين عمل خلايا الجهاز العصبي وتحب اي خلل به تقلل من مشكلة العجزة الجنسي عند الرجال يمنع انحباس السوائل بالجسم ويخفف من اعراض ومضاعفات معدل السكري عند الكبار مرض السكر يعني ربنا احفظنا وياكم يقلل يمنع انحباس السوائل بالجسم ويخفف من اعراض ومن الاعراض ارتفاع معدل السكري لدى الكبار يعمل على تحسين معدل افراز الانسولين بالدم يعالج امراض الجهاز التنفسلي مثل الرابع والازمات الصدرية والبلغة هي دي يا اخوانا ايه هي دي العلبة بتاعتها في الصيدريات هو مكمل غزائي يعني دي مكمل غزائي ما فيش حد دلوقتي بسم الله ما شاء الله وبعدين برضو نصيحة مني لك برضو اسأل الصيدالي ليه اضرار ولا لا بس هم بقوله هو ملهوش بس انت برضو اسأل الصيدالي ليه اضرار ولا لا بس انا على حد علمي هو ملهوش اي اضرار واخدين بالكو ازاي وسعر القلبة 45 جنيفة 30 كبسولة يعني الشريط تقريبا ب15 جنيفة هي ب45 ب42 يعني في الحتة دي كده بس ولوش بديا سمعت ان اكتر من نص الشعب الاوروبي بيستخدمها من فويدها المزهلة ما تنسو نشبع بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته